اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فينزل من السماء ماء وهنا لا بد من الاجابة عن سؤال كيف ينزل الماء من السماء اول شيء تعتبر رياح الرطبة الصاعدة للاعلى هي السبب الرئيسي لتكون الغيوم لكن ما هي الالية رفع الهواء الرطب للاعلى الالية الالية رفع الهواء للاعلى اول شيء الجبهات الهوائية المنخفضات الجوية التضاريس والتسخين في الطبقات السفلة وحالات عدم الاستقرار والاحتكاك فعندما يرتفع الهواء للاعلى يبرد وكلما زاد في الارتفاع فانه يبرد اكثر حتى يصل الى درجة الاشباع وبعد الاشباع يحدث التكاثف اي يتحول بخار الماء الى ماء فتتشكل الغيوم وتتراكم فينزل الماء لكن حتى يحدث التكاثف لا بد من وجود نويات التكاثف والرياح الرطبة والرياح التي تحمل نوى التكاثف هي التي نسميها اللواقح لانها السبب في تكون الغيوم وبالتالي هي السبب في هطول الامطار اشتركوا في القناة